تركيا والصين في حالة قلق ليه؟ اكبر دولتين عندهم استثمارات في اثيوبيا هي تركيا والصين تركيا عندها استثمارات ب2.5 مليار دولار داخل اثيوبيا والصين عندها استثمارات داخل اثيوبيا ب2.5 مليار دولار يعني هما الاثنين عندهم 5 مليار دولار داخل اثيوبيا ففي قلق على مصير هذه الاستثمارات لانه اي حرب اي قلاقل اي عدم استقرار بيؤثر على هذه الاستثمارات والرأس المال بتعرفين جبان فتركيا والصين لهم وضعية خاصة في الاهتمام بما يجري داخل الاراضي الاثيوبية تاني بقول زي ما بتكلم كل يوم على اثيوبيا والتجري بقول اتمنى واسأل السلامة للشعب الاثيوبي لا يسعدنا على الاطلاق انه يكون فيه قلاقل في اي منطقة في العالم فقط يسعدنا ان يكون هناك تنمية وتكامل وحقوق الانسان واحترام لحقوق الانسان في اي مكان في العالم ده موقفنا الثابت واحنا لا نتدخل في امر داخلي لاي دولة لكن نراقب وننقل للمشاهد الاخبار اول باول